اشتركوا في القناة سويس الى شرقها تحت سطح الماء قال الوالد هذا النفق يحمل اسم شهيد عزيز قاتل الاعداء نال الشهادة في سبيل الله والوطن وهو احد ابطال حرب اكتوبر سنة 1973 رمضان سنة 1393 كان قائد سلاح المهندسين وكان يشرف بنفسه على اعداد المعابر التي عبرت عليها قواتنا وفجأة الاعداء والعالم كله بروعة التخطيط وسرعة التنفيذ ثم اشار الابو الى الناحية الاخرى قائلا وهذه تحصينات خط برليف ولقد نصرنا الله على اليهود كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المدينة ودمر تحصيناتهم على رؤوسهم قال محمود وكيف كان ذلك يا والدي قال الوالد كان ذلك في المدينة حينما حاولت طائفة من يهود بني النظير قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم في منازلهم ونقضوا العهد الذي بينه وبينهم فاخبره الله سبحانه وتعالى بغدرهم وامره بقتالهم فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عدة ايام فتحصنوا في حصونهم ولكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة فاشترت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا من أمتعتهم من متاعهم إلا مخدار ما تحمله الإبل وأن يتركوا السلاح فكان الرجل منهم يهدم بيته قبل أن يتركه وهذا ما فعله اليهود عند جلائهم عن أرض سيناء الحبيبة بعد تحريرها يصور القرآن الكريم ذلك فيقول الله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سألت هدى والدها قالت متى كانت هذه الواقع يا أبي قال الوالد كانت في شهر ربيع الأول سنة أربعة للحجرة سأل محمود والده وماذا نتعلم من ذلك يا أبي قال الوالد نتعلم منها أن اليهود لا عهد لهم فقد خانوا الله وخانوا الرسول من قبل فانتقب الله منهم وهم هكذا يا أولادي على الدوام قالت هدى لا يتنا ندرس سورة الحشر لنتعلم منها هذه الدروس العظيمة الآن ومع الدرس الثاني يا أحباب الله ينصر المؤمنين زارت الأسرة قرية ياميت وهي قرية على الحدود المصرية في سيناء رأى الجميع القرية وهي مدمرة ولم يبقى فيها بيت قائم قال محمود لماذا دمر الأعداء القرية قبل تركها يا أبي قال الوالد هذا ما يفعله اليهود في كل مكان يتركونه يا ولدي حتى لا يستفيد أهله به تماما كما فعلوا في بيوتهم التي تركوها في المدينة التي تركها بن النظير في المدينة قال محمود وهل سنترك هذه الأماكن هكذا يا أبي قال الأب لا يا ولدي طبعا فقد قررت الحكومة المصرية بناء قرية الفيروز في مقابلها رمزا لتعمير كل شبر في سيناء ثم ركب الجميع السيارة قال الأب معي الآن شريط لصورة الحشر قال الجميع لنستمع إلى الصورة الكريمة صورة الحشر يا أولادي قال الله فيها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يعني كل شيء يا أولاد في السماوات أو في الأرض يسبح لله سبحانه تعالى يعني يقدسه يقول سبحانه قال الله إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفخفون تسبيحهم وهو العزيز القوي الحكيم الذي يضع الأشياء في أماكنها بحكمة قال الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حزونهم من الله يعني يا أولاد ربنا هو الذي أخرج اليهود من أماكنهم والمسلمين كان يظنون أنهم لن يستطيعوا أن يخرجوهم وكذلك اليهود كان بيظن أنهم ما فيش حد يقدر يطلعهم من حصنهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم جنود هما ما يعرفوش الجنود دي جامنين كان من ضمن هذه الجنود يا أولادي هو الرعب ربنا أرسل عليهم الرعب أن هم كانوا خايفين من المسلمين جدا وأيضا كان يخربون بيوتهم بأيديهم وهم طلعين وأيدي المؤمنين ربنا بيقول فاعتبروا أي فاتعذوا يا أولي الأبصار أي يا أصحاب العقود قال الله ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابوا النار يعني ربنا كتب عليهم الجلاء أن هما يخرجوا ويتركوا المدينة ولهم أيضا في الآخرة عذاب النار إن لم يؤمنوا بالله ليه؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله إنهم عصروا الله رسوله ومن يشاق الله أي من يعصر لها فإن الله شديد العقاب ثم يقول الله تعالى ما خطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصيرها فبإذن الله وليخزيها الفاسقين يعني يا محمد أنت لو أطعت أي شجر في أي مكان كان كبيرا أو صغيرا أو تركته فده كله بأمر ربنا لأجل أنه يخزي الفاسقين يعني يخزي العصار ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير يعني الغنائم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من اليهود دية كلها كانت بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نصر المسلمين على اليهود وربنا سبحانه وتعالى هو السبب في أن الغنائم دية ترجع لمين يا أولاد؟ للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني الحاجة الفيء يا أولاد اللي هي الغنيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخذها طيب يكون حكمها إيه؟ جزء منها فلله وللرسول وجزء منها لذي القربى وجزء منها لليتامى وجزء منها المساكين وجزء منها لابن السبيل بعد ذلك يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو يعني لو ربنا النبي صلى أمرك بحاجة أعملها ما استطعت طيب والحاجة اللي ينهاك عنها لابد أن تتركها واتقوا الله يعني خل ما بينك وما بين الحرام وقايا حاجز إن الله شديد العقاب ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يعني حل المهاجرين اللي هم خرجوا من بيوتهم وتركوا أموالهم في مكة وكل حاجة حلهم إنهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ولنهم خرجوا عشان دنيا لا خرجوا يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله هم دولة الصادقين حقا طيب والأنصر حلهم إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم يحب أي حد يجيلهم مهاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة من موؤده ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني لو واحد جالهم مهاجر وما معهش فيروس ما فيش أي مشكلة خالص ويعطيه المال حتى ولو كان الأنصار دفع جالي المال قال الله ومن يوقى شح نفسه يعني الإنسان اللي يتقى شح نفسه ما يكونش بخيل ويكون كريم أولئك هم المفلحون يعني أولئك هم الفائزون طيب بعد ذلك يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم دبع يا أولادي حال المسلمين اللي أتوا بعد المهاجر والأنصار بالألوي ربنا اغفر لنا زنوبنا وإلي إخواننا الذين سبقون بالإيمان اغفر لنا ولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ويكونش في قلوبنا غلة أو حئدة أو حسد لحد من المؤمنين ربنا إنك رأوف الرحيم ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ألم ترى إلى الذين نفقوا شوف حل المنافقين به ده حل المسلمين خلاص انتهينا منه حل المنافقين ألم ترى إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون يعني حل المنافقين يا أولاد بيقولوا لإخوانهم اللي هما اليهود بيقولوهم أوعى تطلعون من داركم خليكوا زي ما أنتم ولو محمد قتلكم إحنا هنقتل معكم ولو أنتم طلعتم إحنا برضو بش نقعد في المدينة إحنا هنطلع معكم والله عز وجل يقول لهم إيه والله يشهد أنهم لكاذبون ده هما بيتحقوا على اليهود خلاص لأنوا خرجوا لو اليهود خرجوا لا يخرجون معهم ولأنوا قتلوا ولو النبي سوصلوا من قتل اليهود لا ينصرونهم المنافقين بيش ينصرون ده هما بيتحقوا عليهم بس ولئن نصرهم حتى ولو أقفوا معهم ليولون الأدبار يعني يطلعوا يجروا يسيبون ثم لا ينصرون ثم يقول الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله هما بيخاف منكم أكثر ما بيخاف من ربنا لذلك بأنهم قوم لا يفقهون ناس كده ما عندهم شعال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدو بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقدون يعني اليهود يا أولاد بشي قتلون غيرهم في قرى محصنة قاعدين فحصون أو من وراء جدر أو يوقف وراء جدر ويأتلك لي لأنهم بأسهم بينهم شديد ما بيحبوش بعض تشوفهم كده بتحسبهم أنهم كلهم مع بعض وقلوبهم شتى قلوبهم متفرقة ما بيحبوش بعض ذلك بأنهم قوم لا يعقلون حالهم كحالمين كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولاهم عذاب أليم حالهم زي حال الكفار اللي قبلهم برضو كانوا بيعندوا المسلمين والإسلام وبعد كده ربنا إيه أزقهم عذاب أليم ونصر المسلمين في النهاية ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر كحال الشيطان يا أولاد لما جاء في يوم الأيام اللي واحد كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين قال أنا معرفكش أنا بخاف من ربنا أنا بريء منك فكان عاقبتهم كانت نهاية الشيطان واللي كفر إلا عبد الشيطان كانت عاقبتهم النهاية بتعتهم هما الاثنين أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظليم ده جزاء اللي يكفر بالله أو يظلم أنه يكون إيه من أصحاب النار ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يعني خلهم ما بينكم وابن الحرام القايا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدو لابد الإنسان يشوفه وهيعمليه ليوم الإيامة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل حقا أنتم تعملوه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ما يكونش حركة عالي ليننسى ذكرى الله ربنا سبحانه وتعالى ينسي نفسه أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون يعني التاركين لدين الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة مستحيل يا أولاد إنهم يكونوا زي بعض لأن أصحاب الجنة هم الفائزون هم الفائزون يعني الناجحون ثم يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو القرآن ده أولاد نزل على جبل يتلاقي الجبل خاشع من شدة خشياته من الله سبحانه وتعالى متصدعا يعني متشقق من خشية الله خايف من ربنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الأمثال دية ربنا بيضربها لنا يا أولاد عشان نحن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي آياته نتدبر فيما أعطانا إياه ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ويبين لنا يا أولاد سفات ربنا فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو أي لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب اللي هي الحاجة الخفية والشهادة الحاجة الظاهرة هو الرحمن الرحيم هو صاحب الرحمة الواسع هو الله الذي لا إله إلا هو الملك اللي هو كل حاجة يا أولاد ملكه القدوس أي المنزه عن العيوب السلام المؤمن المؤمن أي الذي أمن عباده الصالحين وكذلك المؤمن سبحانه وتعالى أي الذي صدق رسوله المهيمن المهيمن يا أولاد يعني صاحب القوة والسيطرة على كل شيء العزيز القوي الذي لا يغلب الجبار اللي هو بيجبر كصر المكسورين وأيضا الجبار يا أولاد الذي هو سبحانه وتعالى صاحب الجبروت والعظمة الكبيرة المتكبر صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني تنزيه الله عز وجل عن يقول المشركين ثم يقول سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ هو الخالق الأشياء من عدم أو خالق الأشياء من أشياء أخرى المصور الذي جعل لها الصور له الأسماء الحسنة أي الأسماء الحسنة كاملة وبالغة الحسن سبح له ما في السماوات والأرض كل شيء بيسبح بحمد ربنا وهو العزيز الحكيم قال الوالد يا أولادي ماذا نتعلم من هذه الصورة قال محمود نتعلم منها دروسة مفيدة منها أن كل شيء في الوجود يسبح الله العزيز الحكيم يسبح لله العزيز الحكيم أيضا الله ينصر الرسله والذين آمنوا وينجيهم من غدر الأعداء كذلك يا أولادي أن اليهود أهل غدر وخيانه وربنا أزقاهم جزاء غدرهم على أيدي المؤمنين وتوعدهم بالانتقام كل ما عادوا للغد كذلك يا أولادي نتعلم أن المنافقين هم أعوال لليهود والمشركين بل هم أخطر من اليهود والمشركين لأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء المنافقين أيضا يا أولادي من صفات المجتمع المسلم شيوع الحب انتشار الحب والتود بينهم فيحب المسلم مجتمعه وإخوانه كما يحب نفسه بل يؤثرهم يفضلهم على نفسه وهذه أهم مدعامة للأمن في الإسلام كذلك يا أولادي الفقراء لهم حق في أموال الأغنية يجب إخراجه لهم حتى يشيئ الأمن في المجتمع كذلك يا أولادي التفكير في مخلوقات الله صفة من صفات المؤمنين لكي نعرف الله بالعلم ونعبده عن فهم كذلك لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنة ندعوه ونعبده بها وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر